في نفس الموضوع إذ نريد الاطلاع على الجهوزية لحال وقوع حرب في منطقة شمال البلاد لا قدر الله إذ ينضم إلينا الآن في بثحة مباشر رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار مساء الخير أستاذ عمر واكد نصار نعم إذن نريد أن نتحدث إلى رئيس بلدية عرابة الأستاذ المربي عمر واكد نصار مساء الخير مساء النور أريد أن أبدأ معك عن تحدثنا مع رئيس مجلس معلية المحلي وأنتم عرابة هي بلد كبير نوعا ما مكرنة بالكرة المحيطة به إلى أي مدى بلدية عرابة جاهزة من حيث التحضيرات أو التعامل مع حلات الطوارئ ونحن نتحدث عن مخاوف من اندلاع حرب في منطقة الشمال لا قدر الله يعني بلدية عرابة شأنها كشأن سائر السلطات المحلية في البلاد تقوم بتجهيزات واستعدادات واستكمالات أيضا في صفوف موظفيها استعدادا لحالات الطوارئ ليس فقط لحالة الحرب إنما لحالات الطوارئ المختلفة نحن مقبلون الآن على فصل الشتاء وهو يعتبر يعني مناسبة أو فترة تحدث فيها حالات طوارئ كالفيضانات والسيول وكذلك الأمر نحن نتواجد في منطقتنا بالقرب من الشق السوري الأفريقي وهناك تحذيرات دائمة من حدوث هزة أرضية كبيرة وقوية وشديدة أضف إلى ذلك الحرب وقربنا من الحدود الشمالية ولذلك نحن نقوم بالكثير من الاستعدادات والتدريبات بالتعاون طبعا مع قيادة الجبهة الداخلية والمسؤولين هناك عن حالة الطوارئ وفي وزارة الداخلية أيضا نحن مستعدون وبشهادة أيضا المرافقين لنا في الجبهة الداخلية ووزارة الداخلية نحن مستعدون لمواجهة أي طارئ ولكن هذا لا يعني أننا مطمئنون لكل ما يمكن أن يحدث هناك تخوفات والتدريبات التي نجريها والتمرينات والاستكمالات هي على المستوى النظري فقط ولكن لم يسبق أن خضنا تجربة عملية على الأرض إن كان في الحرب وإن كان في الهزات الأرضية ولذلك يعني من خلالكم يجب أن نناشد المواطنين أن يأخذوا هذا الموضوع بمنتهى الجدية وأن يستعدوا له كما يجب أن يستعد كل مواطن نعم السؤال هل تلقيتم اتصالات ما من جهة الجيش أو من الجبهة الداخلية في الجيش لإمكانية يعني لرفع جهوزيتكم في الأيام الأخيرة أم لم نتصلكم اتصالات كهذه لا نحن لم نتلقى أي اتصال جدي من أي جهة رسمية لا من الجيش ولا من أي مؤسسة أو وزارة رسمية بشأن الاستعدادات للحرب وأريد أن أقول أيضا أن تخويف الناس أو قرع طبول الحرب له أبعاد سياسية أكثر مما هو له مبررات عسكرية على أرض الواقع أو عملياتية كلنا نعرف أننا مقبلون على انتخابات برلمانية بعد ثلاثة أسابيع ويبدو أن هناك من يريد أن يرفع أسهمه بين الناخبين من خلال دق طبول الحرب ومن خلال التلويح بالحرب ومن خلال التهديد أيضا بأنه إذا ما تجرأ أي طرف أو أي جهة تجرأت على إشعال أو إيقاد فتيل الحرب فإنه سيقوم بتفكيك دولة بكاملها وأقصد دولة لبنان يعني التهديدات أكبر من المخاطر على أرض الواقع أكبر بكثير وتشتم منها الروائح الانتخابية والسياسية بشكل واضح وبارز إذا أخذنا أيضا بعين الاعتبار تأكيد رئيس جهاز الموساد بأنه يعني التأكيد المطمئن بأنه ليست هناك نوايا مبيتة في لبنان أو في حزب الله لشن حرب ضد إسرائيل لذلك تصريحات السياسيين بمنأة عن تقديرات وتصورات المهنيين في المجالات الاستخباراتية تؤكد أن الدوافع هي انتخابية وليست ترتكز على حقائق على أرض الواقع نعم تحليلك لهذا المشهد يعني يمكن وصفه بالمثير والمثير يعني من ناحية اهتمامنا به من ناحية وجهة نظر الصحافة أنا أريد أن أسمع أكثر عن هذا الموضوع قبل أن أعود إلى الموضوع الآخر بتقديرك لن تكون حرب في نهاية الأمر أريد أن أسمع تحليلك من هذه الزاوية أنا أستبعد كثيرا أن تنشب حرب لأنه ليس هناك سبب مرة أخرى أؤكد الأسباب العملياتية المتعلقة باندلاع الحروب أو شن الحروب غير متوفرة الآن في هذه الظروف بين إسرائيل ولبنان على العكس تماما هناك تصريحات في كل الطرفين ولدى الطرف الوسيط الأمريكي أيضا فيما يتعلق بترسيم الحدود المائية بين الدولتين هناك تصريحات مطمئنة تقول أنه سيتم التوقيع يعني إن كان في لبنان وإن كان تصريحات الرئيس اللبناني اليوم التي تؤكد الاقتراب الكبير من التوقيع على الاتفاق وإن كان التصريحات التي نسمعها لدى الوسيط الأمريكي والتقديرات التي تقول أنه في العشرين من الشهر الجاري سيتم التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود والتأجيل والمماطلة أيضا في توقيع الترسيم أو اتفاقية ترسيم الحدود هذه المماطلة أيضا لها دوافع انتخابية هذا هو الواقع الذي نعيش وكل هذه المعطيات تؤكد أن احتمال وقوع الحرب هو احتمال بعيد نعم أستاذ عمر واكد نصر وأنت بصفتك رئيس بلدية تلتقي بالناس تلتقي بمسؤولين على الصعيد المحلي وعلى صعيد المنطقة وأيضا الكترة هل عمليا تهديد جانس أو تعليمات جانس للجيش بالاستعداد لحرب هل يلقى صدف الشارع هل هناك يعني الناس يتحدثون عن هذا الأمر لأنه نحن نعلم أنه قضية الجريمة والعنف تستحوذ على حديث الشارع قضية غلاء المعيشة تستحوذ على حديث الشارع فيها المجتمع العربي هل إعلان جانس أو طلبه من الجيش الاستعداد لحرب يستحوذ على حديث الشارع أو قسم من حديث الشارع في عرابي والمنطقة باعتقادي كما ألمح أيضا من الواقع على أرض الواقع من حديث الناس أن موضوع الحرب ليس هو الهم الذي يشغل الناس على العكس تماما ما يشغل الناس حتى الانتخابات البرلمانية يبدو للأسف أنها لا تشغل الناس ولا يعني تستقطب اهتمامهم ما يشغل الناس وما يهم الناس وما يقض مضاجع الناس في مجتمعنا عموما وليس في عرابي تحديدا هو قضية العنف شلال الدم النازف بشدة وبغزارة في مجتمعنا والذي لا نرى له نهاية في الأفق للأسف الشديد هذا هو الذي يشغل المواطنين وهناك مطالبة يومية من الجميع من المسؤولين ومن القيادات ومن الهيئات المختلفة ومن المواطنين أيضا مطالبة للجهات الرسمية في هذه البلاد للشرطة للوزرات الحكومية للحكومة بوضع خطة عملية حقيقية واقعية ترصد لها كل الإمكانيات وكل الموارد من أجل اجتثاث ظاهرة العنف ومن أجل إيقاف شلال الدم النازف في مجتمعنا هذا هو هم الناس اليوم وليس تصريحات هذا الوزير أو ذاك المتعلقة بالتصعيد الأمني لاعتبارات سياسية وانتخابية أنت تطالب بخطة من الحكومة التي تقضي على العنف ولكن هناك خطة المصاري الآمن والتي يتولى مسؤوليتها نائب الوزير سيغالوفيش والتي سواء وزارة الأمن الداخلية أو الحكومة أو الحلفاء في الحكومة يقولون بأنها تأتي بنتائج وإن كانت النتائج غير ملموسة على قدر تطلعات الناس ولكن هناك نتائج كما يقول القائمون عليها ما رأيك بهذا الأمن وأنت كشخص يرأس بلدية أو كرر يرأس بلدية بحجم عرابي نحن نسمع عن الخطط وعن الميزانيات المرصودة لهذه الخطط منذ تشكيل الحكومة الحالية قبل حوالي عامين وقبل ذلك أيضا في عهد الحكومة السابقة تحدث رئيس الحكومة السابق وتحدث الذي تلاه هو رئيس الحكومة الأخير ووزراء الأمن الداخل المتعاقبون تحدثوا كلهم عن أن هناك نوايا وعن أن هناك قرارا بضرورة محاربة ظاهرة العنف في مجتمعنا واشتثاثا ولكن الاختبار هو ما يحدث على أرض الواقع وليس التصريحات الحكومية والرسمية وليس الكلام الكبير والشعارات الرنانة التي تحدث عن خطة وعن نجاحات نحن لا نلمس نجاحات بدليل أن عدد القتلى في مجتمعنا للأسف الشديد في هذا العام كما كان عليه في العام الماضي حتى هذه الأيام وفي العام الماضي كان أكثر مما كان عليه في العام الذي سبقه والجريمة متفشية والعصابات تبسط سلطتها وسيطرتها هنا وهناك في العديد من الأماكن والمواقع وهذا يجعل تصريحات الحكومة وحديثها عن خطط مجرد حديث ومجرد شعارات جوفاء نحن نريد خطة عملية وليس خطة نظرية أو شعارات تطلق هنا وهناك الخطة العملية تقول بأن على الحكومة وعلى أجهزتها ووزاراتها رصد الميزانيات والموارد البشرية والتنفيذ أيضا وليس فقط الحديث عن الميزانيات والتنفيذها والدخول إلى كل مكان نحن كسلطات محلية وكهيئات وقيادات ومسؤولين في مجتمعنا لا نمتلك الصلاحية ولا القدرة ولا الآلية لمصادرة قطعة سلاح واحدة أو لاعتقال أي مشبوه أو مجرم أو قاتل هذه مهمة الحكومة وليست مهمة القيادات لأي قيادات في مجتمعنا ولذلك نحن نطالب الحكومة بأن تفعل كل ما تستطيع وهي تستطيع طبعا بدليل أنه عندما قتل الفتى في كريات شمونة قبل أسبوع تم القبض على المشتبهين خلال ساعات وعندما قتل بني شلومو في منطقة المركز تم القبض على المشبهين خلال ساعات وعندما قتلت المرأة المسنة في حلون تم القبض أو العثور على القاتل خلال ساعات أما عندما يقتل 126 شابا من مجتمعنا في السنة لا يتم القبض على أحد ولا يتم العثور على قطعة سلاح وهذا كله يثير الكثير الكثير من التساؤلات حول جدية الحكومة في محاربة هذه الظاهرة نعم مع أهمية ما تتحدث عنه قضية الجريمة والعنف وهي الجرح النازف في المجتمع العربي ولكن اسمح لي أن أعود إلى الموضوع الأساس في هذه المقابلة وهو قضية الجهوزية لحالة الحرب لو عدت معك الأستاذ عمر واكد نصار إلى صيف 2006 لابد أنك تذكر كيف مرت تلك الحرب على مدينة عرابي في حين قرية عرابي يعني نحن عشنا أجواء الحرب في عام 2006 ورأينا أن الصواريخ التي تطلق على منطقتنا لا تفرق بين إنسان وآخر على أساس قومي أو ديني أو عرقي أو جندري أو على أي أساس آخر ولذلك فإن الاستثمار الذي تقوم به الحكومة في البلدات اليهودية ببناء الملاجئ وبالتحصينات وبتهيئة المواطنين لتفادي مخاطر الحرب يجب أن يبذل ويرصد أيضا مثله في المجتمع العربي أنا أؤكد في هذه المناسبة أن بلداتنا العربية تخلو كلها تخلو من الملاجئ العامة البيوت التي بنيت حديثا فيها ملاجئ خاصة لسكان هذه البيوت المؤسسات التي بنيت حديثا أيضا وأقصد المدارس والقاعات الرياضية والمراكز الثقافية فيها ملاجئ ولكن هناك مؤسسات أخرى ليس فيها ملاجئ يعني نحن عندنا في عرابي المدرسة الأقدم في عرابي والتي بنيت قبل عشرات السنين لا تحتوي على أي ملجئ وفيها المئات من الطلاب وفي حال حدوث أي هزة أرضية فإن هناك خسائر بشرية كبيرة لا قدر الله يمكن أن تقع وهناك أكثر من مدرسة من هذا النوع هناك ثلاث مدارس تحديدا أضف إلى ذلك هناك عشرات البيوت إن لم يكن أكثر من ذلك ربما مئات البيوت التي بنيت قبل عشرات السنين ولا تحتوي على ملاجئ وبالتالي هناك حاجة ماسة لبناء ملاجئ عامة للمواطنين الملاجئ العامة لا ينبغي أن تكون فقط في البلدات الحدودية لأن الصواريخ لا تقتصر على البلدات الحدودية والقصف قد يتعداها ورأينا في الحرب عام 2006 أن القصف وصل إلى الناصرة وأوقع ضحايا ووصل إلى زخر يعكف وإلى حيفا وإلى عبلين وإلى الشغور وإلى المغار وأوقع ضحايا في جميع هذه البلدات وبالتالي في جميع هذه البلدات أو على مسافة تصل إلى زخر يعكف والإخدارة يجب بناء الملاجئ العامة في البلدات العربية وعدم الاكتفاء بالملاجئ الموجودة في البيوت الحديثة وعدم الاكتفاء أيضا وهذا ما لا نقبل به ببناء ملاجئ عامة فقط في البلدات اليهودية سؤال الأخير لو طلبت منك أن تهمس في أذن متخذي القرار النهائي بخصوص الحرب والسلام سواء على الجانب من الحدود اللبناني أو من البلاد ماذا تقول لهم يعني أنا أريد أن أقول لصناع القرار في هذه البلاد أن الحرب ليست نزهة وكل إنسان ربما يروح ضحية الحرب هو عالم قائم بحد ذاته ولا يهم من أي طرف ولذلك قبل أن يتحدثوا عن الحرب وعن التصعيد يجب أن يعودوا إلى رشدهم وأن يتحدثوا عن الحلول السلمية وأن يبذلوا كل ما لديهم من أجل الحلول السلمية ليس معقولا تأجيل الاتفاق مع لبنان لأن نتنياهو يهدد بإلغاء هذا الاتفاق في حال عاد إلى رئاسة الحكومة ويعني القاصي والداني يعرف أن تأجيل الحكومة الحالية لتوقيع الاتفاق هو الامتصاص الغضب الذي يثيره نتنياهو في تصريحاته وبالتالي الحديث عن الحرب وعرض العضلات من قبل الوزير جانس هو من أجل الرد على تهديدات نتنياهو بخصوص هذا الاتفاق ولذلك نحن نقول لهم أن يغلبوا لغة الحوار وحل الأزمات حلولا سلمية أن يغلبوا ذلك على دق طبول الحرب والتلويح بشن الحرب على لبنان نعم أريد أن أشكرك الأستاذ عمر واكد نصار رئيس بلدية عرابي ونحن نأمل أن تكون مثل هذه المقابلات فقط لرفع التوعية دون الحاجة إلى أن نصل إلى حاجة للملاجئ وإلى غير ذلك شكرا جزيلا لك كنت معنا في بثحة مباشرة من عرابي شكرا